تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الذي أودى بـ 425 شخصاً عدد الوفيات بفيروس سارس في الصين القرية حيث أقرت الحكومة الصينية بقصور في تحركها مشيرة إلى أنها بحاجة ملحة إلى أقنعة واقية من ضمن الإجراءات لاحتواء انتشار الوباء وقالت لجنة الصحاف المقاطعة أيضاً إن هناك زيادة حدة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس مع وجود 3235 إصابة جديدة مؤكدة وبحسب أحصات الحكومة المركزية فإن هناك في المجموع 20400 إصابة داخل الأراضي الصينية وأصبحت هونج كونج الثلاثاء ثاني مكان خارج الصين القرية تسجل فيه وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد الفلبين فيما تم فرض قيوداً على حركة التنقل في مدينتين أخرين بعيدتين عن بؤرة الفيروس تضم إحداهما موقع مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر